اشتركوا في القناة تحذيرات الجارية لاعادة فتح الحدود البرية بين البلدين امام المسافرين بداية من الخامس عشر جويديا الجاري وجرى اللقاء بالمركز الحدودي بيوم الطبول اين تم الوقوف على جاهزية اعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر وتونس تطبيقا للقرار المشترك للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وناظره التونسي قيس سعيد في موضوع اخر قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة ان حرية التعبير متاحة لكل الليبيين دون قيود وهذا امر طبيعي وصحي مستدركا بان الديمقراطية لها قيودها وقوانينها وقواعدها وخلال كلمة خلال مشاركاته في احتفالات المجلس البلدي لمصراتا بمناسبة عيد الاضحى المباركة شددت بيبا على ان سلطات في الدولة الليبية تحمي من يريد ان يعبر عن رأيه بطريقة سلمية نبقى في ليبيا حيث دع المجلس الاعلى لحكماء واعيان ليبيا المجلس الرئاسي لاصدار قرار لانهاء حمل مجلسي النواب والاعلى للدولة واصدار مراسيم خاصة باجراء الانتخابات التشريعية واكد المجلس في بيان على حق التظاهر السلمي حتى تلبية المطالب المشروعة للشعب الليبي مطالبا بالتوجه المباشر الى اجراء انتخابات برلمانية اعتبرها الخيار الوحيد للخروج من الازمة في خبر اخر عبرت جمعية الكتاب الافارقة في بيان لها الاثنين عن اسفها شديد لمقتل وجرح عشرات المهاجرين الافارقة على ايدي شرطة الحدود المغربية وبتورط حرص الحدود الاسباني داعية لتحقق فيها ووصفت الجمعية الوفيات الاخيرة لما يزيد عن عشرين مهاجرا بالمرعب وغير المقبولة ودعت الاجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في الموضوع ندد نواب فرنسيون معارضون بتقارير عن وجود صفقة سرية بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عندما كان وزيرا في حكومة فرنسوها هولند وشركة ايبار للنقل معتبرين ان ما حصل سرقة للبلاد وكشفت المزاعم حول وجود هذه الصفقة في احدث تحقيق نجرة مؤسسات اخبارية دولية رائدة استنادا الى ملفات مسربة واطلقت عليها تسمية ملفات ايبار على منصات التواصل الاجتماعي ويستند تحقيق الى الالاف من وثائق الشركة الداخلية ارسلها مصدر مجهول الى صحيفة الجارديان البريطانيا اعلنت وزارة الدفاع الروسي الاثنين مقتل اكثر من خمسمائة عنصر من القوات الاوكرانية بينهم اكثر من ثلاثمائة ممن تسميهم موسكو قومين متطرفين وتدمير عشرات الاليات العسكرية خلال الاربعة والعشرين ساعة الماضية وقالت الوزارة في بيانها اليومي ان الجيش الروسي استادف بسواريخ عالية الدقة نقطة تمركز مؤقتة للجيش الاوكراني في اقليم دونسك ما اصفر عن مقتل اكثر من ثلاثمائة من القوات الاوكرانية قال وزير والخارجية الصيني وانجير انه لا ينبغي لأي قوة او دولة في العالم ان تتوهم امكانية فصل طايوان عن الصين وحث دول جنوب شرق اسيا على ضرورة تجنب استخدامها كقطع شترنج من قبل القوى الكبرى وحذر وانج في كلمة القاها الاثنين امام امانة رابطة دول جنوب شرق اسيا في جاكرتا من ان اي مسعى لفصل طايوان عن الصين سيؤدي لعواصف عاتية في طايوان على حد تعبيره ختما احتج مشجعون للنادي روما الايطالي تعبيرا عن رفضهم اقامة مباراة ودية لفريقهم ضد توتنهاما الانجليزي في مدينة حيفا المحتلة في 30 جولي الجاري ووضع المشجعون لافتة خارج المركز التدريبي للنادي معبرين عن رفضهم اقامة مباراة ودية في دولة الاحتلال وارفق المشجعون اللافتة بمجموعة من التوقيعات لجماهير نادي روما الايطالية نهاية المجلز الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة